المطلوب الكثير من السلطات البحرينية وما قضية سيدة نادي علي يوسف إلا فايد من غايد لأن الانتهاكات في البحرين هي كثيرة وموثقة وقبيحة إذا صح التعبير لأن التقارير التي تريدنا من البحرين من المنامة تفيد بأن أثليب التعذيب وعدم احترام الحقوق قد فاقت التوقعات فإذا المطلوب من الحكومة البحرينية الرجوع عن كل هذه الأخطار الالتزام بالمواصيق الدولية الجلوس على طاولة حوار مع المعارضين البحرينيين وأنها أيضا لديها حالة صحية وهي حامل ولا يجوز أن يعاقب الطفل يعني يكفي أنها عقبت جورا فلا يجوز أيضا أن يتحمل هذا الطفل الذي سيبصر النور عما قريب هذا الظلم الذي لحقت بأمه وهناك أيضا تشريعات تجبر السلطات البحرينية وغير البحرينية أن تلتزم بالأعرف ومنها أن تطلق فورا صراح المعتقلة نادي علي يوسف لأن هذه الحالة قد يترتب عليها مساوء صحية وطبية وأظن بأنها وحسب التقاريب أنها تعاني من مشاكل كثيرة طبية والسلطات البحرينية لم تقم بأي عمل بهذا الشأن مطالب الحكومة البحرينية بالإطلاق الفوري لسيدة نادية علي يوسف وعدم تكرار هذه الحالات ونأمل أيضا من السلطات البحرينية أن تطلق صراح كل المعتقلين من أصحاب الرأي والصحفيين والأطباء والأطفال والشيوخ وليس هناك من موجب لاعتقالهم وإنما قد يكون من الأفضل أن تتوجه الحكومة البحرينية إلى إنشاء لجنة حوار ونحن كنا قد طلبنا بذلك في مؤتمرنا الصحفي مع منطل البحرين لحقوق الإنسان الأفضل للحكومة أن تلجأ إلى الحوار وليس هناك من سبيل لحل كل المشكلات في البحرين إلا الحوار